نوح عايز يعرف الأول هو يحيا بيه؟ ايه بك وسطه ولا ايه؟ بعد إذنك مدامة ردنا لا نوح ما كلمتاش عشان تتوسط لي انا كلمتاش ان لو كنت جتلك على طول كنت هتحسبني على عام سليم واتخلص حسابك اللي معاه فيه وانا بصراحة الفترة دي ما ينفعش تحسب على حد انت عايز الشحلة دي لين؟ انا هاجم عاك سكة ودغري زي ما انت عارف حسابات اللي عطرين في كل البونك الجمدت والحال واقف وانا مليش خلق طولة بالع على دفاتر وعضايا والتحيات وانا دلوقتي كبير العيلة ولازم عد الفترة دي على خير مجدع وعشان جيت معاي سكة ودغري انا موافق بس سمعنا بيه مع اني مستغرابة قوي من اللي بيتقال ده بس مبروك يا حي مبروك الله يبارك فيك يا مدام هابا بلغه بالتعليمات وأرجوك ما تنفيش رحلة الصد اللي احنا نحضرينها أكيد مش هانس مبروك يا مدام مريك مريك هاااااااااااا نش just محمش من الطبيعي ليلة لما قوليك الميتندو اللي شك إن أنت شغالة مع نوح؟ طبيعي، بس أنا لو فعلاً عملت كده كان زماني دلوقتي وقفة جنب نوح وبطلع عليك لساني وأنا شايفاكي خسرانة كل فلوسك يا رودي أنا إيش عرفت؟ مش يمكن ده ملعب جدي؟ أنا ما أصلكيش ربنا يعوض عليكي أنا قلت لك هرجع لك فلوسك مش ناقصة دولار واحد وأنا مستناية يا ليلة بس يا ريت ما توصلنيش إن أنا أطلب منك الفلوس إيه يا رودي شم في كلامك كده راح التهديد والله أنا مش عارفة أنا ناوي علينا بس بناس وقت مش هسيب حد ينصب علي يا وصك إحنا اللي اتنصب علينا أنا معرفش غيرك يا ليلة إنتي اللي خدت الفلوس وإنتي اللي اتفاقتي معايا تمام يا رودي تمام شفت يا عزيز عشان تبجى مسدك لما قلت لك إن الدردي هتتغير وهتبجى حاجة تانية قدين شفته وصدقته وهمنت إنها طول ما أنا معاك يا جميلة هقدر أعمل أي حاجة ربنا ما يحرمنا من بعد أبد عارفة يا جميلة أنت يا أخواتي بجد من خيركم مكنش عارفة أعمل حاجة في الدر لوحدي انتو خليتوا الدر جنة وحاجة كده نحب نعيش فيها بعد ما كنا بنهرب منها خليتونا أعمل حاجة حلوة وحاجة كده بقى موصوط ولا بحكيها لعيالي بتعرف يا عزيز أنا عمري ما تخيلت إن هيبجالنا عزوة كبيرة كده إن عيالنا هيبجاليها أم عمام كتيرة بالشكل ده ربنا يخليك لي عارف أنا وأخوتي اللي هنا قلبنا على بعض عشان عمرنا ما خبنا حاجة على بعض زمان أيام الشيخ سلامة الله يرحمه كنا كل يوم بالليل بنعمل سامر وأي حد بقى عامل أي مصيبة يقعد يحكيها والأحلى كانش حد بيفتن على التاني حتى حصل أول محبة رحمة جاء لنا أصل الحب ما بيستخباش بيفضح زي ما فضحك زي ما وعدك عمر ما يخب عليك حاجة جميلة ولسا محافظة على الوعدي ده يا عزيز طبعا أنا عمر ما خبت عليك حاجة إلا سر واحد صغير كده إده؟ شفت؟ شفت عنيك فضحيتك إزاي؟ عارف أي السر ده؟ إن أنا أول ما شفتك حبيتك يا بنتي أنت لسه ملبستيش ليه؟ إحنا مش متفين هنزل تعاشة مع بعض عزي لو سمحت ما تحسنش إن إحنا خلاص تخطبنا أما ليه؟ إنتي عندك رأي تاني ولا إيه؟ مش موضوع رأي تاني الموضوع أن إنت إزاي تاخد قرار أنك تكلم مامي من غير حتى ما تقولي يا سيتي اعتبريني ما كلمتهاش؟ أي حاجة أنت عاوزيني أعمل على الموضوع بسيط يعني يا رأي أنا عاوزيني أتقدم لك ويا سيتي لو مش موافقة هنفضل صحابي يا عزي أنت فهمني؟ أنا بس حاسة إن خطوة الجواز دي صعبة ما كنتش مستعدة إن في يوم وليلة كده فجأة كون مخطوبة ما أنت كنت متوقعة لمتجوز ودول بيتجوز ولا كام ليلة؟ يا عزي فهمني بليز فهمك والله بس ما حصلش حاجة يعني يعني تمت خيلا أن علاقتنا دي كنت مفرطنتي إزاي؟ أنت عندك حال أنا بس خفت كنت طول الوقت فاكرا أن البنات اللي بتتخطب دي بتقفر في وصفة أحسسها بس أنت لعندهم حق أحسسهم دي إيه؟ هي مدام ما جي فين؟ مشغولة من مبارح، تليفونات وبزنس دي مهتمة جدا بالشغل الجديد اللي أنت كلمتها عنه دي حتى خليتنا عمل سيرتش عن رجل أعمال كده اسمه نوح هو رجل ده بشتغل معاكو؟ نوح؟ أه، وكلمته كمان كلمته كمان؟ أيوة، مش بقول لك متحمسة تسأل لي؟ طب، قوليلي قالت له إيه؟ آآ، لا أكيد ما أعرفش يعني هو في إيه يا عزي؟ لا، ما فيش حاجة يلا قوميلبس عشان ننزل نتعش مع بعض قوليلي المدام ما جي أن أنا محتاج أشوفها قبل ما ننزل نتعش الرجل، س Ungزيال أهلا جائز أهلا جائز جائزك أعطي يارى قالتلي إنك عايزني خير يا حبيبي وما أنا كنت عاوز أعرف حاجة كده قلاني شوية تقلقش مفيش حاجة كله تمام ده شوية دلع بنيك لأ مش يارى اللي قلاني أنا مش فهمة كانت أنا؟ تقلقتك بنوح فيش حاجة عادي أنا أحب لما خش شغلانا أعرف كل اللي بيشتغلوا فيها برمي اللي بعيد يعني بس ده ما كانش في اتفاقنا اتفاقنا زي ما هو دي مجرد علاقات عنا بص يا عز إنت كده كده مش بقي على الطريق ولا تربيت معاهم وإنت اللي قلتلي إن ليك عندهم حق حاول ما تكونش موجود في تسليم البضاعة اللي جاي ليه؟ مش مهم ليه؟ المهم إن بتاهي يفيدك بعدي الصحة هتبطل واحتمال في يوم الأيام تبقى كبير ما أنت كده بقى محتاجة تفاهميني حبقى فهمك بعدي المهم تخلي بالك من مصلحتك تشوف الفرصة فين وتمسك فيها اللعبة اللي من اللعبها دي عملة زي كراسي الموساقية الكراسي أقل من الناس اللي ما يلاقيش كرسي يقعد عليه يضطرد بر زي ما حصل للعطارين ايه؟ وفرصة لانت بتتكلم عليها دي بقى تبقى نوح؟ مش نوح لي واحده أي حد يديك القوة والنفوذ يبقى فرصة وانا الصراحة مقى ما بحبش ألعب غير مع الكاسبي ما عنديش وقت ضياع أمو أنت مش هفهم العطارين مهم مين هيقولي مسيطة أنا عادي جداً مكة روح أقولي يا حي عايز أنا بفهم في الناس كويس أو لمعت عينك أخليتني أعرف أنك مش هتروح تقول حاجة لأنك بتعرف مصلحتك وبتعرف تمسك الفرصة مهم عاصقة كمان مهم لو كنت عايز تروح تقول لي يحيا كنت اخدت الكلام من يارا وطلعت وقلت له على طول العب عن حسن الكسبين يعيز